هذا وقد توفد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعار منا في يوم الثامن منذ الحجة إذانا ببدء أول مناسك الحج لهذا العام في يوم التروية وسط استعدادات مكثفة ومستمرة لكافة الجهات الحكومية والخدمية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ خطة تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعار عرفة نعم يقوم الحج في يوم التروية بالاختسال وتطيب بما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات وعقد النية بالقلب وترديد التلبية صباح يوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة صباح اختلف عن كل صباح توافد فيه الحجاج إلى مشعر منا إذانا ببدء أول مناسك الحج لهذا العام في يوم التروية مبتهلين وضارعين إلى الله عز وجل أن يتمم عليهم حجهم هذا بيسر وقبول إن شاء الله بمشاعر روحانية تملأها السكينة والإطمئنان استقر مليون حج يوم الثامن من ذي الحجة في ميناء وسط استعدادات مكثفة ومستمرة لكافة الجهات الحكومية والخدمية في المملكة العربية السعودية لتنفيذ خطة تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفة ويعتبر يوم التروية تحديدا يوما يحرم منه المتمتع بالحج أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما ويبيت الحجاج بمنا اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصلون فيها الصلوات الخمس قبل أن يصعد فجر يوم غد التاسع من ذي الحجة إلى عرفة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج ويقوم الحج في يوم التروية بالاختسال والتطيب وبما قام به من أعمال عند إحرامه من الميقات وعقد النية بالقلب وتردد التلبية ويعتبر مشعر منا الذي يبدأ به الحجاج مناسكهم ذا مكانة تاريخية ودينية فبه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح الهدي فداء لإسماعيل عليه السلام ويقع المشعر داخل حدود الحرم بين مكة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرم ولا يسكن إلا خلال فترة الحج